إيه اللي حصل في البنوك النهاردة بعد استقالة حكومة الدكتور مدبولي ويا ترى سعر الدولار رايح على فين الأيام الجاية وهلا نشوف قرارات تأثر على سعر الدولار تعال نشوف الحكاية مع بعض النهاردة مصر كلها تتكلم عن قرار رئيس السيسي بقبول استقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي واللي الرئيس عاد يكلفه بتشكيل حكومة الجديدة وكانت من بين أهم التكلفات الرئيسية المدبولي في الحكومة الجديدة هي مواصلة برامج لاصلاح الاقتصادي وجذب للستثمارات بجانب تكلفات تانية كتيرة لكن اللي هم الدولار في التوجهات الرئيسية الجديدة هو ملف للستثمارات الأجنبية في مصر لأن الرئيس كان ليه توجهات صريحة بخصوص زيادة جذب للستثمارات الخارجية في السوق المصري واللي حصل بعد الإعلان عن تعليمات السيسي للحكومة أن الدولار نزل لأكتر من 26 قرش في منتصف التعاملات ووصل 47 جنيه في البنك المركزي من 47.27 جنيه تقريبا في أول التعاملات ودي كانت ردد فعل سريعة من البنوك والدولار على تكلفات الرئيس بخصوص ملف للستثمارات المباشرة وغيرها من القرارات الاقتصادية طب ليه الدولار نزل بعد كلام متحدث الرئيسة بخصوص تكلفات الرئيس؟ وده لأن العاملة سوء زيها زي أي سوء بيتأثر بالعامل السريعة والقرارات السياسية والاقتصادية واللي بتكون مؤشر مهم عن المرحلة الجاية ومجرد صدور قرار الحكومة الجديدة وبالتكلفات الرئيسية الأسواة كلها بتتأثر لأنه ده معناه خطط اقتصادية جديدة وطموحة والحكومة الجديدة أكيد هيكون عندها الحماس والنشاط إنها تبني على الإيجابيات وتحل المشاكل أو العقبات وطبعاً كمان إعادة التعامل بشكل مختلف مع ملفات مهمة بالنسبة لسوء صرف الدولار وفي مقدمتها طبعاً التدفقات الدولارية من خلال زيادة جاذب للإستثمارات الأجنبية وده اللي شدد عليها الرئيس وطبعاً ده معناه كمان زيادة المعروض من الدولار في السوء وبالتالي انخفاض سعره على مدار الفترة الجاية كلها بجانب حالة التفايل اللي بتسيطر على أسواء المال والاقتصاد بعد أي تغيير أو تعديل وزاري بيحصل ولأن الحكومات بتيجي ببرامج جديدة وطموحة وبأفكار مختلفة تنعكس على حالة الأسواء والعملات وكمان على نظرة المستثمرين الأجانب والشركات العالمية اللي بتفكر تستثمر في سوء المصري وخلينا نفكركم إن أغلب التوقعات الدولية بتقول إن الدولار هيستمر في النزول في المنطقة من 40 إلى 45 جنيه على نهاية 2024 وده كله في النهاية بيصب في صالح الجني المصري واستقرار الأسواء وانخفاض الأسعار كانت معكم هالل باشيتي من بنكير شكرا لكم